موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج أموالكم حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الضمان الاجتماعي ونكمل مسيرتنا في الحديث عن التأمينات رجاء التواصل معنا على الرقم الذي يظهر على الشاشة والتواصل أيضاً معنا عن طريق البريد الإلكتروني money at cnbcarabia.com برنامج اليوم عن الضمان الاجتماعي كثير من الناس كانت تحاول تستفسر بعد بالنسبة للضمان الاجتماعي ولما تحدثنا في الحلقات السابقة وخاصة الحلقة الأخيرة تحدث تذكير من الناس عن عملية التوفير وعملية الإدخار وعملية ضمان الإدخار والاستقرار خاصة في مرحلة الشيخوخة وعملية الضمان الاجتماعي لكن طبعاً في الحلقة السابقة لم نكمل مسيرة الحديث عن التأمينات الصحية واليوم نكمل آخر نقطتين تقريباً في التأمينات الصحية أو التأمينات الطبية التأمينات الطبية مثل ما تحدثنا في السابق وتكلمنا بالنسبة لتكاليف العلاج التي مفروض تكون يغطيها التأمين الطبي وهي معروفة طبعاً وأهم شيء طبعاً العناية داخل المستشفى منها طبعاً الجراحة والتخطير وتكاليف الغرفة هناك بعد التكاليف الأخرى التي هي العناية الفائقة غرفة العناية الفائقة أو IC unit هناك بعد زيارة الدكتور المنتظمة في حالات الجراحة تغطى في تكلفة العلاج وطبعاً التأمين الطبي يغطي التكلفة هذه ويغطي أي كانت تكاليف للأشعة أو نوع من التحاليل المطلوبة خلال يكون الشخص موجود في المستشفى إذن هذه تكلفة العلاج التي تكون داخل المستشفى تقسمها طبعاً إلى ثلاث التي هي تقريباً العناية داخل المستشفى والسلايد اللي بعتها هي عن تكلفة العناية خارج المستشفى العناية داخل المستشفى اللي هي دائماً تكون إذا كان الشخص رح يقضي ليلة أو أكثر في المستشفى ويكون دائماً يعني بيبات في المستشفى ورح يستخدم غرفة إذن هناك تكون التكاليف هذه اللي هي موجودة أمامكم في السلايد هناك فيه تكاليف للعلاج بعد موجودة والتكاليف هذه هي تكاليف أخرى اللي تجي بعد في السلايد بعد السلايد لأمامكم هناك تكاليف اللي هي بعد خارج المستشفى أولاً نسميها اللي هي تكاليف العيادة الخارجية التكاليف العيادة الخارجية تي بتفاصيل بعد تختلف عن تكاليف داخل المستشفى لأن لو كان المريض لا يحتاج أن يقضي ليلة أو أكثر في المستشفى إذن تكون العناية خارج المستشفى وإن شاء الله الأخت غزلان ستتحول إلى السلايد الثاني اللي بعد السلايد هذا إذن من ضمن التكاليف اللي هي إضافية بالإضافة إلى التكاليف اللي هي خارج المستشفى هناك تكاليف أربما مرات التأمين ما يضمنها أو ما تكون مشمولة في التأمين ولازم على الشخص أن يطلبها كتكلفة إضافية الولادة طبعا تعتبر كتكلفة إضافية نطلبها نحن في التأمين مرات لم يكون الشخص مثل متزوج وزوجته ربما رح تحمله ورح تضع مولوده فيطلب التغطية هذه والتغطية هذه دائما تكون محدودة بمبلغ ما يغطي طبعا زيارة الدكتور وتغطي بعد اللي هي عمية الولادة الطبيعية هناك زيارة الدكتور بعد اللي هي من ضمن تكلفة اللي هي الولادة بعد تغطيها نفس العملية في التكلفة هذه هناك بعد الفحوصات في عملية الوضع بعد تغطيها وعملية اللي هي الولادة القيصرية لو تعسرت الولادة إذن بعد يجي التأمين ويغطي الجزء هذا ومعظم الولادة القيصرية أو تعثر الولادة تغطى حتى بدون ما تكون تغطية الولادة هي موجودة أصلا في وثائق التأمين لأنه يعتبر إجراء تقريبا يسمى emergency أو إجراء طوارئ بعدين زيارات ما بعد الولادة هي تدخل في تكلفات الولادة إذن هذه هي التكلفات الأخرى التي تضاف إلى التكلفات العادية هناك العناية الخارجية التي تحدثنا عنها إذا الشخص لا يقضي ليلة أو أكثر في المستشفى إذن سيكون العلاج هناك يكون علاج خارجي العلاج الخارجي وكثير من العلاج التي يمكن أن يكون خارجي لو شخص انكسرت إيده وتجه إلى العيادة الخارجية ربما تجبر ويكون يعالج الشخص وتشملها ربما تكون الأكسري أو الأشعاء أو كثير من التحاليل لكن هذه تعتبر له العلاج الخارجي هناك بعض الجراحات أو الجراحات الليزر أو الجراحات الدقيقة ممكن أنها تكون في العيادة الخارجية وما يحتاج الشخص أن يقضي ليلة أو أكثر في المستشفى إذن هذه التغطية تعتبر في العيادة الخارجية أو تعتبر زي ما يسمونها إذن العلاج الخارجي أو العلاج الخارجي يشمل الأشعاء هذه كلها ومرة تكون موجودة في التغطية التعميلية هناك بعض الأشعاء والتحليلات التي ترافق العلاج الخارج المستشفى أو خارج العيادة تغطى هناك لا سمح الله في حالات اكتشاف أن الشخص هناك حالة سرطان ويحتاج إلى علاج كيميائي وعلاجات الأشعاء والعيادة للعلاجات الخاصة فيها كثير من العلاجات هذه تقدم في العيادات الخارجية وليست في داخل المستشفى إذن هذه بعد تم تغطيتها من تغطية التي هي العلاج الخارجي الكسور مثل ما قلنا والعلاجات الطارئة بعد تغطى من تكلفة العلاج اللي هو الآوت بيشنت إذن الآوت بيشنت أو العلاج خارج المستشفى يغطي كثير من الأمور اللي هي مرات ما يحتاج الشخص أن يبات ليلة وأكتر في المستشفى لو نحن نظرنا إلى تكلفة العلاج خارج المستشفى نجد معظم تكلفة العلاج عامة أو تقريبا 80% من تكلفة العلاج الفعلي هي للعلاج اللي هي آوت بيشنت أو العلاج الخارجي إذن هناك وزن وحملة كبير على العلاج الخارجي وهذا اللي يكلف شركات التأمين ويكلف كثير من المؤسسات تكلفة العلاج الأساسية لأن زيارة الدكتور المستمر والعلاج الخارجي والعيادة الخارجية تأخذ الزخم الأكبر من تكاليف العلاج ككل بغض النظر الناس ما كانت تتفكر دائما أن العلاج داخل المستشفى هو اللي ياخذ أكثر تكاليف العياج خارج المستشفى أو العيادات الخارجية أو الأوت بيشنت تريتمين هو اللي ياخذ أكثر تكلفة في العلاج اللي هي حوالي 80% من تكلفة العلاج هناك في استثناءات في التأمين ودائما استثناءات ما يغطيها التأمين ودائما حب نوضح لما يقبل الشخص على التأمين ويحاول أن يكون بالتأمين في استثناءات لن يغطيها التأمين وهذه معروفة ودائما مشمولة في وثيقة التأمين وفي قسم خاص في استثناءات التأمين من ضمنها طبعا حالات قبل التأمين أفرض أني إذا كان هذا التأمين فردي وأنا أتجهني أحاول أني أعمل وأفرض أني أنا مثلا كانت عندي فتق أو عندي مرضا مع وما علجت نفسي أنا قبل وما أخذت التأمين قبل فلما جأي أنا أخذ التأمين وعند الحالة هذه يجي التأمين وما يغطي الحالة هذه إذن هناك يكون يغطي معظم الحالات إلا الحالة التي معي أنا وهذا طبعا ينتجنب دخول الناس فقط التي ينتظر إلى أن يمرض على أساس أني ياخد التأمين وهذه مشكلة لو كل الناس فقط مرضىse وبدأت تأخذ التأمين إذن كل المرضى هذين فقط في التأمين صعب عليهم أن تدفع تكلفة العلاج المبدأ في تكلفة العلاج وفي التأمين أن الأصحاء والأصحاء بعدد كبير موجودين وفي نفس الوقت في مرضى موجودين من ضمن الأصحاء وطبعا الأقصاط ومشاركات ومساهمات جميع المشاركين هي التي تدفع للعلاج إذن هذا سهل في إيجاد العلاج المناسب إذن حالات قبل التأمين هذه لا يغطيها التأمين في بعض الجراحات التجميلية طبعا ما يغطيها التأمين لأن الجراحات التأمين جراحة تجميلية ليست مرات تكون علاجية وفي كثير من الحالات حسب رغبة الشخص وتكاليفها تختلف إذن هذه المرات لا يغطيها التأمين إلا أن في بعض الحالات الجراحات التجميلية يغطيها التأمين لو كانت نتيجة لحادث فلو لا سمح الله وقع الشخص على وجهه مثلا وصيب في أنفة أو في عينه أو يصيب في وجهه ويحتاج إلى جراحة تجميلية ممكن هذه يغطيها لأنها كانت بسبب حادث وليست برغبة يعني خارج عن عملية النطاق الحادث أو خارج عملية الضرورة أنها مرتبطة بحادث تجارب التخصيب وكثير من الأشخاص اللي هم يتمنى أن يجيبون متزوجين خاصة جدد ويتمنى أن يجيبون أطفال إذا هناك في تجارب خاصة بالنسبة للتخصيب للزوجين مع بعض وهذه تأخذ تحليلات وتأخذ كثير من التجارب هذه بعد كثير من وثائق التأمين ما تغطيها وتعتبر جزء من الاستثناء هناك بعد في عملية العلاج النفسي والعلاج النفسي فيه إشكالية كبيرة فيه النظر إليه أنه فيه حاجة له في التأمين وكثير من الأشخاص يجدون أن عملية العلاج النفسي ما يدخل كثير في وثائق التأمين وخاصة وثائق التأمين الفردية ولو دخل في وثائق التأمين يحدد ويحدد وتضع لعدد معين من الجلسات التي مسموح فيها مثلا زيارتين للدكتور أو ثلاث زيارات خلال السنة فقط وهذه طبعا يشمل بعض المرات حالات المساج أو بعض المرات اللي هي الأشياء العلاجية المطلوبة اللي هي ممكن تحدد بعدد معين من الجلسات إذن ليست مفتوحة إذن العلاج النفسي مرات يكون غير مشمول في وثائق التأمين الأسنان إذا ذكر بأن الأسنان مقدم في الوثيقة إذن تقدم الخدمة هاي اللي هي في الأسنان علاج الأسنان لكن كثير من المرات الأسنان غير موجود أو علاج الأسنان في وثائق التأمين لذا يطلب إضافته هناك بعد تقويم الأسنان طبعا غير موجود ويدفع للشخص خارجي حتى في بعض التغطيات اللي هي تخص الأسنان نجد أنها محدودة بحيث أن التغطية المجانية إلى حد معين مثلا نقول إلى الألف درهم هي مجانية وبعد الألف درهم يبدأ المريض يدفع في حدود العشرين أو ثلاثين في المية والشركة التأمين مثلا تدفع سبعين في المية وتحد بعد بحد أقصى الخمسة أو العشر تلاف درهم في السنة مثلا إذن هناك بعد في حدود في عمية تغطيات التأمين إذا لم تكن استدناعات اللي يتخص الأسنان علاج النظر بعد مرات يكون غير مغطى ومعروف عملية اللي هي المتابعة بالنسبة لها ومعروف عملية اللي هي إيجاد النظارات أو الأدوات اللي هي تساعد على النظر إذن هذه فحوصات بعد لها خاصة وهي غير مشمولة في التأمين إلا أن لو وقع الشخص مثل ما ذكرنا سابقا وتأثرت عينه نتيجة للحادث هذا إذن يجي التأمين ويغطي جميع العمليات اللي يحتاجها الشخص بالنسبة للنظر وبنسبة للعين أو مرات حتى تسمى اللي هي تداود طبيعي ما يشمل في وثائق التأمين الطبية ويعتبر هذا شيء جانبي وليس بشامل للتأمين إلا أن في بعض المرات يكون لحد معين من الجلسات اللي ربما تكون موجودة ويشملها التأمين الصحي إذن هذا باختصار هو التأمين الصحي ونغلق باب التأمين الصحي لندخل فيه موضوع اللي هو الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي طبعا هو يعتبر من التأمينات ومن التأمينات اللي هي تخص الحكومات وتخص الدول لأنها تجمع كثير من أفراد المجتمع في بوتقة يساعدون دائما الشخص اللي هو يصاب أو يعجز أو تكون عنده مشكلة مالية في مساعدة في حياته إذن هناك الضمان الاجتماعي كنظام منتشر في كثير من دول العالم وبالمناسبة السودان هي أول الدول العربية وتعتبر من أول دول تقريبا في العالم اللي كان عندها نظام الضمان الاجتماعي وطبق الضمان الاجتماعي في دولة السودان في سنة 1908 الحكومة طبقته لكن أصدر القانون عندهم وقانون ضمان الاجتماعي السودان يعتبر من أول قوانين ضمان الاجتماعي تقريبا في العالم اللي هو في سنة 1925 دائما الضمان الاجتماعي يقدم من كثير من دول العالم وهناك تكون مشاركة في الأشخاص اللي هم يشتغلون أو يعملون بأنهم تستقطع نسب معينة اللي هي تقدم لبرامج الضمان طبعا الضمان دائما يضمن ضد الشيخوخة في حالة اللي هي تقدم الإنسان في العمر ووصوله إلى مرحلة التقاعد إذن هناك يكون في معاش موجود من الضمان الاجتماعي يدفع لراتب هناك العجز وكثير من الأشخاص نتيجة للعمل يصاب وتكون هناك فيه إصابات خاصة بالعمل سواء إصابات تخص العمل أو مرات إصاب أو عجز يكون نتيجة للحالة الصحية إذن هناك يجب يكون فيه راتب للشخص هذا اللي هو مشارك في الضمان الاجتماعي اللي تكفل لحياة طبعا كريمة في حالات الوفاة وهذه تحصل لكثير من الأشخاص المشاركين في النظام الضمان الاجتماعي إذن هناك لديهم يعني عوائل ولديهم ناس يكونوا مسؤولين عنهم بطريقة مباشرة إذن هناك الراتب اللي هو مفروض أن يستمر للناس للمنتفعين من الضمان أو بقية أفراد العائلة الضمان الاجتماعي يوفر بعد تأمين ضد إصابات العمل وكثير من الأشخاص اللي يشتغلون ومشاركين في الضمان الاجتماعي يصاب في العمل وهناك بعض الإصابات ربما تفقد الشخص استخدام اليد أو استخدام أحد الأعضاء في جسم فقد النظر الرجل ما يقدر يستخدمها إذن هناك كثير من الإعاقات اللي ربما يصاب بها الشخص إذن هناك كثير من تعويضات وبنسب معينة لنوع الإصابة يعني يكون مبلغ رئيشي ومبلغ أساسي وتكون مبالغ أخرى تساعد الشخص بعد نتيجة للإصابات إذن هناك فيه تأمين بعد ضد إصابات العمل طبعا هناك فيه تأمين ضد العجز المؤقت وكثير من العجز المؤقت ربما يكون الشخص أصيب في العمل أو يكون عجز نتيجة للمرض إذن الشخص لا يستطيع أن يعمل فبما أنه لا يستطيع أن يعمل يحتاج أن الراتب يظل مستمر إذن ضمان اجتماعي يضمن لأهل الشخص المصاب أو العاجز بأن يكون راتب مستمر وحتى في حالات الأمومة وهذه تحصل لكثير من النساء عندما تترك العمل وتتجه إلى عملية التي هي إنجاب الأطفال وعملية التي هي رعاية الطفل لمدة شهر شهرين ثلاث شهر حسب قوانين الدول إذن هناك الراتب يظل ساري ويمشي بالنسبة للمرأة إذن هذه كثير من الأشياء التي تغطيها وتغطي بعد تأمين العاطلين عن العمل لأن في كثير من الأشخاص ربما إحنا في مجتمعاتنا أن يكون الإنسان عاطل عن العمل ويشتغل وما يحصل وظيفة يمكن قليلة مقارنة بدول حديثة أو الدول المتقدمة الدول المتقدمة مثل خاصة في أوروبا وفي أمريكا البطالة عندهم إشكالية كبيرة وإشكالية مؤثرة وهذه ستلحقنا في يوم الأيام خاصة بنسبة عدد السكان وزيارة عدد السكان عندنا واستمرارية وجود أعداد كبيرة من الناس تدخل في قطاع العمل إذن في يوم الأيام رح نجد أن في عندنا عاطلين عن العمل اللي حصل صعوبة أن يطلع من وظيفة وينتظر إلى أن يحصل وظيفة أخرى إذن فترة الإيقاف عن العمل الضمان الاجتماعي يضمن للشخص الذي توقف عن العمل معظم نظام التوقف عن العمل ومعظم التأمين عن العاطلين دائما يجي بعد بطريقة تسمى طريقة بعد تدريجية يعني يكون الراتب يعني مستمر إلى مدة من ستة شهور أو سنة وبعدها ينقص الراتب يصير يا تسعين يا ثمانين في المئة وينقص بعدها إلى أن يعود الشخص مرة ثانية إلى العمل أعزائي المشاهدين نطلع إلى فاصل أبقوا معنا شريط المعلومات برعاية المجموعة المالية ترمس إفاق الكويت أخبار سوق لاسمي السعودي مباشرة ترمس إفاق